بسم الله اهلا بكم يا شباب في ناس كتير بتسألني بتقول يا بش مهندس ايه هي مميزات مواسير اليو بي في سي فاحنا نتكلم عن النهاردة عن الجنرال ادفانتجس اوف اليو بي في سي بايم ايه هي مزايا تمام مواسير اليو بي في سي زي ما احنا شايفين كده واحدة واحدة اول حاجة عندي مواسير اليو بي في سي لا تؤثر على خواص الماء يا بنا لو حطيت عليها او حطيت جواها مية ما بتأثرش على خواص المية يبقى قادي ميزة المصورة اليو بي في سي او مواد اليو بي في سي بصفة عامة طيب رقم رقم اتنين رقم اتنين بش مهندس تمام رقم اتنين اهو خفيفة الوزن يبقى مواسير اليو بي في سي مزتها ان هي خفيفة الوزن لا تؤثر على خواص الماء اللي موجود جواها خفيفة الوزن سهلة النقل والتركيب رقم ثلاثة وده مهم جدا اقتصادية سهولة الصيامة مقاومة الاحتراق وده مهم جدا مقاومة لعوامل المناخ والتأثيرات التربة مقاومة التفاعلات الكيميائية تتحمل الضغط العالي لا توصل للكهرباء وده حتة مهمة جدا مواسير اليو بي في سي لا توصل للكهرباء الميزة اللي بعد كده ان السطح بتاعها املس ومقاومة للشد يبقى لو حد سألك بش مهندس ايه هي مزايا مزايا مواسير البي في سي هتقول له والله عندي اتناشر ميزة للبي في سي عندي اتناشر ميزة للبي في سي رقم واحد لا تؤثر على خلاص الماء رقم اثنين خفيفة الوزن رقم ثلاثة سهلة النقل والتركيب اقتصادية سهولة الصيانة ومقاومة للاحتراق ومقاومة لعوامل المناخ وتأثيرات التراب مقاومة للتفاعلات الكيميائية بتتحمل ضغط عالي لا توصل للكهرباء سطحها املس ومقاومة للشد يبقى دي هي مزايا مواسير البي في سي فاشوفكم في فيديوهات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته